بل إيمان المقلد يصح ويطلب منه التماس العلم به فهو يؤمر بأن يتعلم ما يدل على صحة إيمانه ثم الناس متفاوتون فيما يقدرون عليه من العلم فمنهم مقل ومنهم مستكتر وهذا معنى قوله في آخره فمن يحسن الاستدلال واجب عليه ومن لا فلا أي لا يجب عليه ما زاد على ذلك ويكفيه في صحة إيمانه اعتقاد أن ما آمن به مبني على أدلة شرعية صحيح ويكفيه في صحة إيمانه اعتقاده أن ما آمن به مبني على أدلة شرعية صحيحة ولو لم يحط علما بتلك الأدلة